لا شك أن الجذور التاريخية التي قامت عليها الدولة السعودية تستند إلى مقويمات عدة وأيضا مقويمات مهمة ربما في المرسوم الملكي الصادر أيضا في يوم التأسيس جعله أيضا هناك عنصر حقيقة قوي ومهم في الجذر التاريخي للدولة السعودية الأولى خصوصا لأن هذا الأمر أشير إلى أنه في المرسوم الملكي أن الأصل في هذه الدولة وأيضا أنها قامت على إرساء الوحدة والأمن أيضا في الجزيرة العربية بعد عصور من الشتات وأيضا التفرقة فكان الحقيقة هناك المقوم الأول الجذر الأول التي سعت له أيضا الدولة السعودية في قيامها في عام 1727 الموافق في عام 1139 كان هذا العام الحقيقة هو المهم وأيضا هو المسيطر في فكر الإمام أيضا محمد بن سعود في قيام الدولة السعودية الأولى وبالتالي هذا اللي تحقق الحقيقة فيما بعد لأنه قامت الدولة أيضا للمملكة العربية السعودية على يد الإمام محمد بن سعود ثم استمرت أيضا إلى عهد الإمام عبد العيز بن محمد بن سعود وكذلك الاتساع الكبير لشمل هذه المنطقة في عهد الإمام سعود بن عبد العيز بن محمد بن سعود فأصبحت هذه البلاد الحقيقة مترامية الأطراف من شمال الجزيرة العربية إلى من جنوب حوران إلى أيضا جنوب الحديدة ومن البحر إلى البحر فأصبح هناك الحقيقة التوسع كبير أيضا للدولة السعودية في هذه الفترة وأصبح جذورها الحقيقة راسخة ومن أهم الحقيقة الأمور التي سادت في الدولة السعودية أيضا هناك عدد من الميزات التي تممت هذه المرحلة العلمية أو هذه المرحلة أيضا التأسيسية لهذه الدولة منها أيضا المراحل الاجتماعية التي سارت فيها أيضا المراحل الاقتصادية وأيضا التعليمية وأيضا العسكرية وبالتالي تكاملت الحقيقة هذه العناصر وثبتت جذور أركان الدولة في هذا الاتساء الضخم التي تقود أيضا الدعية في فترة الدولة السعودية الأولى بالتالي هناك من الجذور التاريخية الحقيقة لهذه الدولة التي استندت عليها في عدد من النواحي المتفرقة من ناحية كما ذكرنا الإجتماعية ومن ناحية أيضا الاقتصادية ومن ناحية العلمية ومن ناحية أيضا الإجتماعية الجذور أيضا التاريخية التي قامت عليها هذه البلاد أيضا تجذرت في أيضا الوحدة فيما بين أيضا المدن وبين أيضا القبائل وهذه المترامية الأطراف فأصبح بالتالي الذي يعيش في هذه المنطقة أصبح في فترة من الفترات بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في الدولة الإسلامية الخالدة والراشدة أصبحت الجزيرة العربية متفككة الأوصال إلا أنها جمعت أيضا في الدولة السعودية الأولى وبالتالي ظهرت أطور أيضا اجتماعية وأيضا علمية كما ذكرنا وبالتالي أصبحت هناك وحدة ومقومات أيضا اجتماعية لها وبالتالي كان أيضا الإنسان الذي يعيش في وسط الجزيرة العربية أو في هذه المنطقة منطقة نجد مثلا أيضا له مشاركات وأيضا تواصل اجتماعي مثلا مع الذي في الجهة الغربية أو الجهة الشرقية فتممت الحقيقة الوحدة الاجتماعية ونراها مندمجة اليوم بصورة مثلة الحقيقة في عد حتى عهد الملك عبد العيز مرة هذه الدولة وتكللت ولله الحمد بالنجاح ولهذا أصبح التداخل الأسري وأيضا النسبي وأيضا الصلاة الاجتماعية وأيضا هذا مقوم من مقومات أيضا هذه الجذور الدولة فأصبحت أيضا هناك عملية الترابط وأصبح الإنسان إذا انطلق من مثلا وسط الجزيرة العربية أو الرياض فأخواله أيضا من هناك من جهة الجنوب في المملكة وأيضا هناك من شرق الجزيرة أخواله من الجهة الشمالية وهكذا تعاضلت وتكاملت أيضا المصاهرات الاجتماعية وأصبح هذا المقوم مهم في تعاضل المجتمع ولله الحمد وأسس بالتالي نموذج الحقيقة مهم لأن التكامل الأمني وأيضا العلمي وأيضا الذي نشأ الجميع في إطاره تحت هذه الدولة في هذا الإطار الضخم الوحدة والأمن التي عاشتها عبر مسيطتها التاريخية الحقيقة الحديث طويل حول هذه الجذور التاريخية وربما نتحول أو نتكلم عن جذور مختلفة لكن سيأخذ منها أوقت طويل لكن الجذر العام الذي نقوله أنه تحققت لهذه الدولة والله الحمد ناحية العدل وأيضا ناحية الأمن لا نقول الدين لأن الدين أيضا موجود في هذه البلاد منذ أيضا الفترة الإسلامية ومنذ أيضا الرسول الصلاة لكن كانت المفقود في هذه المناطق دائما في الجزيرة العربية هذا العامل الحقيقي المهم الذي يجب أن ينتبه له الناس وإيضا يتوجه إليه الأنظار العامل الأمني والعامل أيضا هذا المهم الحقيقة الوحدوي الذي حتى بعد زمن طويل وجمعة هذه البلاد تحت لحمة واحدة ونراها اليوم ولله الحمد مثمرة ومزدهرة وأيضا تنظر للأمام ولا شك أن الاحتفال بها الحقيقة تقام بمناسبات متعددة أيضا مناسبات كما ذكرنا في السنة تقام أكثر من ثلاث مناسبات يعني كما ذكرنا مهمة جدا أيضا يتعزيز هذا الروح الانتماء أيضا في جميع أنحاء المملكة وبالتالي حتى الأطفال شاركوا أيضا في المشاركة فيه وأيضا تأخذ الصبغة الذهنية لهذا الجيل الجديد فأيضا في هذا التذكير الحقيقي المهم في جميع أرجاء المملكة إما من ناحية أيضا معلومات تاريخية وإما أيضا معلومات مجتمعية وأيضا من ناحية الأزياء وأيضا الألبسة فكل والحقيقة تتكامل لإخراج هذه الصورة المهمة في تاريخ بلادنا هناك الحقيقة المناسبات مهمة في أي مجتمع من أهم المناسبات أيضا التي أتت في هذه البلاد كما نعلم هناك مناسبات دينية تكون أيضا في الفترات زمنية أيضا كان عيد الأضحى أو عيد الفطر أيضا هذه أعياد المسلمين بصفة عامة لكن بدأت هناك مناسبات وطنية أيضا نظر لها الملك عبد العزيز حتى في فترة توحيد أيضا المملكة وفي اختيار أيضا 23 سبتمبر من كل عام من عام 1932 فبدأت أيضا هذا اليوم الوطني أو أيضا هذا اليوم المعرفي الحقيقة في تذكير هذا الجيل الجديد التي في عهد الملك عبد العزيز لأيضا قضية التلاحم الوطني العام الذي شمل هذه الأركان وأيضا مما كان أيضا هناك الحقيقة عدد من الظروف وأيضا عدد من أيضا المراحل التوحيدية التي صار بها الملك عبد العزيز إلى أن تكللت ولله الحمد بهذا التاريخ المناسبات الوطنية متعددة الآن أيضا في عهد العهد الزاهر أيضا أضيفت مناسبتين أيضا مهمتين وربما في إضافة مناسبات أخرى قادمة لكن من أهمها مناسبة يوم التأسيس يوم التأسيس يوم التأسيس هو يوم مهم الحقيقة يتلمسه الباحثون ويضع يتلمسه الجميع في بداية ظهور هذه الدولة وتكوين أيضا هذه الأرجاء واللحمة الوطنية الواحدة التي ظهرت في أيام الإمام محمد بن سعود في عام 1939 موافق 1727 بدأت هذه المناسبة والآن مناسبة جرى لها أكثر من سنتين وهي مناسبة موهمة لتذكير هذا الجيل الجديد بمقومات أيضا وقيام الدولة كذلك هناك الحقيقة مناسبة أيضا ظهرت في الفترة الأخيرة مناسبة يوم العلم أيضا ويوم العلم مهم أيضا يرمز أيضا إلى الوحدة والاتحاد بين هذه البلاد منذ الفترة القديمة الدولة السعودية الأولى وأيضا الثانية إلى وصولا كما ذكرنا إلى اليوم الوطني الذي كلله الملك عبد العيز رحمة الله عليه في اتخاذ 23 سبتمبر من عام 1932 وبالتالي هناك الحقيقة المناسبات الوطنية تشعر أيضا المواطن وتذكره أيضا بتاريخ سابق وتذكره أيضا بلحمة قادمة وأيضا عمل متكامل حقيقة لهذا الوطن وأيضا استذكار هذه المراحل والصعوبات التي واجهت أيضا بلادنا في تلك المرحلة وكللت أيضا بثمارها التي ننعم عليها بحول الله تعالى في هذه الأيام أيضا الأيام القادمة ومستقبلية أيضا في اللحمة الواحدة بين هذا الوطن وأيضا أجزائه المتفرقة فالمناسبات الحقيقة مهمة تكلل أيضا الجهود الوطنية تكلل أيضا جوزء من الوحدة تذكر أيضا الماضيين بماضي أسلافهم ذكر الجيل بماضي أسلافهم وأيضا ما عانوه وما تعبوا أيضا من فترات طويلة الحقيقة من الجهد أيضا والتعب إلى أن ظهرت ولله الحم كما ذكرنا يعني هذه اللحمة الواحدة في تكليل أيضا في تسليط الضوء على بعض المناسبات ومنها المناسبات الوطنية لتذكير هذا الجيل أيضا بتاريخ دولتهم وأيضا أمتهم وتاريخهم لا شك أن مقومات الدولة تتكامل عناصرها بوجود السلطة وبوجود أيضا حيز الجغرافي وبوجود أيضا الشعب وبوجود أيضا القوانين والأنظمة وبالتالي يتحقق أيضا انطلاق هذا الشعب في أي منطقة من المناطق ولا سيما في بلادنا الحقيقة منذ الدولة السعودية الأولى وأيضا تكللت بالثانية إلى أيضا الدولة الحديثة في عهد الملك عبد العزيز وأيضا المتطورة والآن الموجودة ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا سمولي العهد لا شك أن هناك مقومات مهمة الحقيقة للدولة هذه المقومات أيضا بدأت منذ تأسيس هذه الدولة في عام 1139-1727 يعني مقومات هذه الدولة لا بد أنها تتأتى في عدد الحقيقة من النواحي الناحية السلطة وناحية أيضا الوحدة الجغرافية التي تكتمل أيضا بوصول النواحي الإدارية لها وكذلك الشعب وكذلك أيضا القوانين والأنظمة الحقيقة بدأت منذ عهد الدولة السعودية الأولى بوضع هذا المفهوم والإطار العام ثم تكللت أيضا بالتالي في الدولة السعودية الثانية إلى أن تكللت في عهد الملك عبد العزيز ووضعت الحقيقة بعض الأنظمة أيضا لهذه الدولة الأنظمة أيضا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك أيضا وضعت الوزارات المختصة والهيئات المناسبة أيضا لا شك أنه قيام هذه الدولة بجميع الحقيقة سلطاتها سواء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وغيرها لها الحقيقة معنى قوي جدا في ثبات أيضا الدولة ونمائها ولهذا كانت على رأس هذه السلطة الأسرة المالك ولهذا الناس اعتبروا هذه الأسرة أيضا رمزا لهم وأيضا رمز لوحدتهم في فترة من الفترات التي تجاوزت تقريبا ثلاثمائة سنة تكلت أيضا هذه الوحدة بمشاركة الأطراف الخارجية ومشاركة الناس ومشاركة الشعب ومشاركة أيضا الوحدة الاجتماعية التي كونت ولله الحمد من خلال هذه الدولة وأثمرت بالتالي على مشاركة مجتمعية قومت بالتالي هذا المجتمع المتماسك ومجتمع الوحدوي الذي ينظر من خلاله لتاريخي وإيضا لنماء لازدهاره وإيضا للولاء أيضا لهذه الأرض وأيضاً لهذه الأسرة التي ترتب بالتالي أنها تجمع هذه المنطقة تحت دولة واحدة وأيضاً سلطة واحدة والجميع الحقيقة يشعر بذلك يعني نحن لدينا شعور الحقيقة الضخم هذا الشعور هو ينطلق الحقيقة من أنحاء متفرقة من هذه البلاد الشعور بالأمن الشعور أيضاً بالنماء الاقتصادي أيضاً الشعور أيضاً بوجود الأنظمة المهمة التي تكلل أيضاً التعامل بين الشخص وأيضاً الآخر فالحقيقة تكاملت أرجاؤها وأيضاً تعاضلت بنيانها ولله الحمد في إخراج هذه المقومات متكاملة أيضاً لهذه الدولة ولله الحمد هناك كل يوم الحقيقة تخرج أيضاً بعض الأنظمة وأيضاً بعض الطروحات وبعض الأوامر كلها تكلل العملية أيضاً الحضارية لهذه الدولة ولا زالت بحمد الله سائرة أيضاً إلى الأمام والمزيد لا شك المقومات مختلفة هناك أيضاً مقومات اجتماعية مقومات اقتصادية أيضاً عسكرية أو نتأتى أيضا للتعريف بها منذ ظهور الدولة السعودية الأولى يعني كان المقاومات الحقيقة بسيطة من ناحية الاقتصاد مثلا كانت دولة معتمدة كثير منها على ناحية الزكاة وأيضا ما يخص هذه الزكاة وأيضا الغنائم وغيرها تطورت أيضا وكذلك أيضا الزكاة بمستحقية سواء زكاة للبهائم الأنعام زكاة أيضا للمزروعات فكانت موارد الدولة أيضا تهتم الحقيقة في هذا الجانب وإن كانت موارد بسيطة لكنها تطورت أيضا عبر المراحل التاريخية وصولا إلى اليوم أيضا هناك نظرة الحقيقة واسعة جدا في أيضا التكامل الاقتصادي في بلوغ أيضا هدف مهم الحقيقة اللي هو 2030 وأيضا بناء أيضا هذه المنطقة وأيضا بلادنا بوجود أيضا مدن الحقيقة الحضارية واقتصادية تنوعت أيضا في سائر هذه البلاد ولهذا تحقق الحقيقة هدف التكاملي من ذلك يرفضها جامعات أيضا مختصة يرفضها أيضا مراكز مختصة كلها أيضا في تطوير أيضا الوسائل الاقتصادية لهذه البلاد أيضا التطورات الاقتصادية وأيضا السياسية وأيضا العسكرية التي مرت بها هذه البلاد يعني مثلا التطورات أيضا العسكرية كانت الدولة السعودية الأولى أيضا في خلال نشوئها وفترة قوتها الحقيقة في عهد الإمام سعود الكبير أو سعود بن عبد العيز محمد بن سعود وأيضاً الأطراف الضخمة لأكثر من مليونين وأيضاً نصف تقريباً من الكيلومترات كانت داخل من ضمن الدولة السعودية أيضاً وضع تنظيمات أيضاً مهمة للدولة السعودية في النواحي العسكرية فكان أيضاً اختيار الفارس أيضاً يتم اختياره أيضاً من بعض البلدان ومن بعض القبائل واختيارها أيضاً وقدومه إلى الدرعية كان أيضاً هناك الحقيقة أيضاً الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أوجد أيضاً اختيار كوكبة من الفرسان ويتسمى هذه الكوكبة يقال لهم المنقية المنقية الذين يعني يتم تنقيتهم لدخولهم في الجيش وبلغت المصادر أيضاً تقول إن في عهد الدولة السعودية أكثر من 300 شخص يعني القوة العسكرية أو قوة الصاعقة الخاصة فكانت هناك أيضاً تطورات الحقيقة القديمة في تلك الفترة الدولة السعودية الأولى أضيف لذلك ما حصلت أيضاً هذه الدولة من أسلحة وغيرها وصولنا الحقيقة إلى عهد للحاضر بالتكوينات المهمة أيضاً للدولة وأيضاً نماء هذا القوة أيضاً العسكرية التي أفخل الحقيقة بالجميع في هذه البلاد أيضاً بمدى ما وصلت إليه من أحدث الأسلحة في العالم وأيضاً التكنولوجياة كلها أيضاً تقوم وأيضاً تهيئ الإنسان ابن بيئته لحماية وطنه وهذا والله الحمد الذي أصبح كل يوم في مزيد وأيضاً تطور جديد ترجمة نانسي قنقر